سلمة من الجزائر هي سمعت منك أنك قلت أن أعلى قيمة للرجل هي الحرية والتافية ولكن بالمقارنة مع حياة زوجها يقضي يوم كامل خارج البيت في عملي في استقاء في احتيما ماتها وهي يوم كامل لوحدها ما الحل؟ طيب إحنا بنقول الحرية والترفيه دي قيمة عالية فعلاً بتبقى عند الرجال ولكن خلي بالك يا ما مش يبقاش اليوم كله يعني أنت برا أنا بنقول اليوم ده مثلا يوم أجازة ياخد مثلا يوم في الشهر يوم أسبوع بينك أسبوع عند أهله أسبوع عليكي أسبوع عند أصحابه يعني يبقى مثلا يوم في الشهر أو يومين في الشهر بحيث أو لو عند يومين أجازة بيبقى يوم للزوجة والعيلة والأهل والكلام ده ونص اليوم التاني مع أصحابه عشان برضو يحس أنه وقت دانيا مش خانق قوي يعني ده لكن ما يبقاش كل يوم كل يوم برا وكل يوم مع أصحابك وكل يوم نازل على القهوة ونازل على الكافيتريا وسايبها وما هي قوية قاعدة في البيت كده مستنية بقى لأ طبعاً وديكي تقول لها لأ ما أنا عندي يوم في الأسبوع أجازة لأ دم الصح ونبقاش كل يوم فعلاً الحرية والترفيه مضربهمش فيها وديية قيمة عالية عند الراجل ما خنقوش فيها لكن بالتوازن موزع وقت ما بين بيتي ومسئوليتي وزوجتي وما أنا ما بجيبهاش أتجوزها واسبها في البيت قاعدة وانا قاعدة طوله النهار برا مع أصحابي وهي ما بين أربع حيطان يعني ده مش منطق يعني التوازن في الأمر وهو بيبقى يوم الناس بتختاروا مرة كل أسبوعين الناس بتختاروا مرة كل أسبوع مرة في الشهر حسب أو نص يوم في الأسبوع يعني هو يستطيع يمارس الترفيه مع زوجتها لماذا يختار يعني والله هي آه يعني لأ بيبقى برضو الراجل الشباب بيبقوا أو الرجال عمتاً بيبقوا حبين الزوجة لها اهتمامات وكذا لكن عايز يروح ويحايز مع أصحابه نص ما كان معتاد آه روح وطلع طاقتك والكلام ده أهم حوية كمان نفس الكلام هي برضو لأ صاحباتها يعني ما تدروش حوالين دايرة بعض كل واحد التاني وهو وهو وهي لا أو هو كده واسبها عند أهلك يعني كارسها برضو أنا سبتها وخرجتها عند أهلك وعضوا بقى يعني لا يعني خلي فيه توازن جزء معك جزء مع أصحابك جزء في بيت أهلها جزء عند أهلك أنتوا الاتنين مع بعض وهكذا